بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين كل مسلم يفرح وتبش نفسه بدخول الآخرين إلى الإسلام لكن الوقوف عند مجرد الدخول والاحتفاء بالداخل لا يكفي وإذا وقفنا عند هذا الجانب نقف عند النعمة التي دخل بها المسلم والتي حضي بها المسلمون لكن المسألة فيها من التعقيدات والآثار والالتباسات الشيء الكثير من أجل أن نحافظ على سلامة هذا المسلم الذي دخل ومن أجل أن نتعرف على الحضارة المعاصرة والملابسات السياسية والاجتماعية والصراع الذي يحصل الآن في العالم الفكري أجمع تجاه الإسلام وضد الإسلام حتى ولو أسلم أي إنسان في أي مكان وإذا ليسلمون لكن انتقاء الشخصية التي لها فرادة في التجربة انتقاء الشخصية التي لها شجاعة في أن تنقل ما لا يستطيع الآخر أن ينقله حتى بما في ذلك المسلمون الذين من أصل إسلامي بيئات إسلامية لقاءنا اليوم سيكون عن ليس فقط سبب الإسلام يتناوله الجميع وإنما عن هل كل المسلمين الذين أسلموا ظلوا على إسلامهم؟ حتى لو ظل على إسلامه هل أخذ الإسلام الصحيح الفطري الأصيل أم انحرف عن الإسلام؟ طيب غير الانحراف الفكري هناك انحراف سلوكي أسلم لكن لا يزال يشرب أسلم لكن ربما لا يلتزم بالعبادات ثلاثة أليس من الذين أسلموا أيضا ممن اندفعوا ودخلوا في تيارات الإرهاب والتطرف والتشدد العجيب في أوروبا تشدد أكثر من تشدد المسلم الملتزم في بيئته الإسلامية العربية أو الإسلامية غير العربية ثانيا لماذا يحرص الغرب على إعطاء إسلام بديل كوساية لتفسير نصوص الشريعة الإسلامية ويعطاء دين إسلامي لكن يخالف الدين الإسلامي الأصيل ما السبب ولماذا هذه الوصاية في الوقت الذي أنظمتهم ترعى وتقر بأن الإنسان يقوم بشعائره التعبدية ويؤمن بعقائده الخاصة ثلاثة لماذا الإسلاموفوبيا وإقصاء المسلمين بالذات عن أوروبا وجعلهم يندمجون ويذوبون ويتخلون عن هويتهم يعني تصاعد معدلات العنصرية والتحيز ضد المسلمين هذه الخلطة كلها رح نناقشها مع شخص متفرد وهو ضيفنا في هذه الحلقة اللي هو أرناود فان دون الهولندي الذي ارتبط اسمه بفيلم فتنة سموه فتنة بالعربي فيلم فتنة الذي فيه إساءة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكان هو بالذات يقولون منتج الفيلم لا مش منتج الفيلم هو مسؤول التسويق لهذا الفيلم المسيئ للنبي وكان يسوق بحماس كبير وبتفاعل وبقناعة هو عضو في مجلس البلدي في مدينة لاهاي في هولندا هو عضو في حزب الحرية الذي يكن العداء ويعلن هذا العداء ضد المسلمين طبعا قبل إسلامه بعد ذلك التحق في حزب الوحدة الإسلامي الذي أسسه في منطقة فيها غالبية مسلمة للحفاظ على الحقوق مرحبا بك أستاذ أرناود فان رون السلام عليكم وعليكم السلام السؤال الذي سأسألك إياه ليست قصة إسلامك الناس دائما يطلبون من المسلم الجديد اذكر لنا قصة إسلامك حتى بعضهم ممكن يعني مسكنين تعبوا يكرر ويمل لكن فيه مثل ما قلنا في المقدمة هناك جوانب فكرية هناك تحليل تفكيك الدخول في الدوافع في المجتمع في المنظومة الثقافية الدولية المعولمة اليوم ضد الإسلام هو عاشها حسها ثم هو عنده تجربة يعني من النقيض إلى النقيض من إنسان يحمل تسويق مضاد للإسلام ومن حزب عنصري إلى إنسان يعتنق الإسلام ويحارب الإسلام البديل المشوه الذي يطرحه الغرب نفسه شيء غريب فأستاذ أرنود رح أتخل معك في سؤال عن إسلامك بجانب ربما لا يتطرق له كثيرا ذكرت في بعض لقاءاتك أن لوالديك أن لوالديك أثر على إسلامك فما القصة؟ كيف يكون الأثر؟ ما ذكرت هذا الأثر؟ أناد وأنني أتخل منavant كيفيد في سؤالنا أُ 눈أخل من schaut كيفيد على إسلامك لا يجب أن يكون من أين يأتي إذا كنت مجرد أو مجرد ما روزكك، ما روزكك، ما روزكك، ما روزكك، هذه التعبارة و هذه التعبارة التي أعتقدت بها جميعاً أفضل للإسلام لأن هذه هي النورات والعبارات التي يعتبر الإسلام وهذا مهم جميعاً مني أستاذ أرنود، أنت سياسي وعضو حزب وناشط ومستشار تفهم دوافع الأمور ما هو سبب والدافع من إنتاج فيلم فتنة في الإساء للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم هل هو الدافع سياسي، هل هو الدافع كراهية، هل هو الدافع عنصري، هل هو الدافع انتخابي، هل هو الدافع أيدولوجي، ما السبب؟ في ذلك الوقت و I thought, وما أرى من أهل جميع العظم في الناس أعجب في الجانب الفتحة أن هذا هو مهم جداً و هذا كان يعني أن تكبر الناس لعبارات الأحيان لأنهم أعتقدوا أن إسلام يعتقد أن الإسلام مستعد للتعبارة لخصوص لفرات الوصف ومع أجب الأشماء وكل كبير نجاتي. في ذلك الموقع، كنت أعتقد أنه مهمة لذلك يمكن أن تتعاونه وكي تتعاونه في هذا الفيديو للإعادة الناس لإعادة الناس لإعادة الإسلام. لأننا نعتقد أن الإسلام تشيئناً وإعادة الناس وإعادة الناس. أعلمني الآن بأنه الأمر ليس لذلك. كانت فتنة وفتنة وفتنة بين مسلمين و المسلمين فقط لأكداء أن قد يتكلم أنه وفتنة وفتنة أخرى و يمكنهم فتنة وفتنة وفتنة و هذا كانت أجل الأفضل لفتنة هذا الفيلم سيد أرنلد أنت مسوق لهذا الفيلم لكن من وجهة نظرك لماذا الذين أنتجوه سموه فتنة بكلمة عربية سموه الفيلم الذي أصدر في هولندا بلد أجنبي سموه بلفظ عربي فتنة 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 و podemos الأحية في موضوع thumb فتنة فتنة المسوق لفين ظا علاج وتشويهه ثم أسلم وكفر عن ذنوبه بعد الفاصل أكمل معك إن شاء الله نستكمل الحديث مع الهولندي أرناود اللي هو مسوق فيلم الفتنة المسيئة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لأن في قصة إسلامي وانخراطه من جديد في المجتمع والتكفير العملي الفكري ضد الاتجاه الذي أصدر الفيلم لها قصة فعلا معرفية واقعية أستاذ أرناود أنت رصدت بعد أن أصدرت سوقت الفيلم رصدت ردود أفعال المسلمين كان عندك توقع وشفت شيء آخر كيف قرأت ردود أفعال المسلمين على فيلم فتنة؟ أصدرت أفعال المسلمين على حياتي وشفت شيء آخر وشفت شيء آخر وهذا أفعالي في المسلمين وهذا أفعالي في مقاعدة هذا ليس جيد. لم أصدقا كذلك. وأصدقا بي أصدقاء بي أصدقاء من الناس ويحبتون إلى الناس ويحبتون إلى الناس. وهذا كان محاولاً في ذلك وأنا أصدقاء في الناس وأنا أصدقاء كذلك وأصدقاء على أكثر من الأحيان عن الناس الذين نحن 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 الآن انتبهت الى الإسلام لكن ما هي الخطوة العملية التي اتخذتها للتعرف على حقيقة الإسلام؟ نعم عندما أحد أمي في الهيج سيدي كونسل أعلم أنني كنت أتكلم عن الإسلام كنت أتكلم عن الإسلام والمسلم وقفت بمسلم وهي جديد معاً معاً لهم وقفت بأنه ليس من أجل وقفت بمسلم وهو مجدد أن أمي إلى المسلمة في الهيج لأيضاً التعرف في الهيج وقد قد ألعب بصواتي كانوا تتكلمين على مؤسساتي أعلم أن نحن نعلمات كونسل إذا المشاركت إلى الإسلام فقط سألعب بصواتي ترجمة المسكة. ترجمة المسكة. لكنني لم أردتها إلى المسكة لأنني أردتها إلى المسكة. أحبون المسكة. مجردوني. محبوني. محبوني. محبوني في دوين. لكنه فإنه يجبني أن يصلح لها ونحن إلى المسكة. ونحن نحن لدينا المسكة ونحن نحن لدى 45 أو 60 منتظر أو حوالي. وأنا كنت هناك في مطبعاً. The people were really nice to me and they gave me tea and something to eat and Imam was there and some other Muslims and we had a very good talk I could ask them all the questions that I was trying to get answers from Any quickest, even critical questions they remained really friendly and calm and polite and I felt welcome there and that was for me very disturbing لأن هذا ليس ما أردت. أعتقد أنهم سعروني. سعروني. هذا لم يحدث. وفرأني هذا مجرد. عندما أردت إلى المنزل، أعتقد أن هذا مجرد. لأن هذا ليس ما أردت. هذه الناس كانت محبوبة. كانوا محبوبة. وكانوا محبوبة. لذلك كانت أحد الأفضل من الأفضل. لأنني أردت أن أردت. لأنني أردت أن أعرف أكثر عن الإسلام. أردت أن أعرف أكثر عن هذه الناس. لذلك كان هذا محبوبة لأي. الآن أنت أسلمت. ولكن التعرف على الإسلام الحقيقي. الإسلام العلمي. الإسلام الوعي. لا إسلام العاطفة ومجرد الانتماء. كيف حصل؟ لقد أردت إلى هذه المسكة. لقد أردت إلى أكثر. لقد أردت إلى أكثر عن الإسلام. لقد أردت إلى أكثر. لقد أردت إلى المسكة. لقد أتحدث إلى الإمام. لقد أردت إلى أكثر عن الإسلام. لقد أدت إلى أعرف المسكة. لقد أردت tryبThe Pir feelings. Em bought Airlines المصدرات والعجب في الوصول ويوجود مجددا لقد ذهبت دهتني في مرحبا لأنني أتركت في هذا الوقت ولكنه كانت بيشترك في الكنيسي وليكن ليس جيداً على عملية لو كانوا أعرف أنني أردتني أخذتني إلى هذه علاقة ويجب أن أردتني ويجب أن أشهدني ويجب أن أشهدني ويجب أن أشهدني ويجب أن أشهدني وين هل تريد مع simpler عن الإسلام؟ فذهب إلى جمع الم JERRY أجل المقارنة فذهب إلى يобрرصة المجلس .. Because it's very important that you know.. that you have to understand the real Islam Because there are a lot of people who misinterpret islam for their own agenda So make sure that you go to the right where they have the right knowledge and they can guide you because it's very important لأنهم يساعدونك بطريقة جيدة أخواني لمعلوماتكم المسجد الذي زاره وأسلم به وتعرف على إمامه هو المسجد الذي كان قبل إسلامه وهو من الحزب المتطرف العنصري المعادل للإسلام كان يحارب هذا المسجد كان يكره هذا المسجد على ماذا يدل ذلك؟ يدل ذلك على أن هناك صورة ذهنية طباعية عامة قبل الإسلام عن المسجد وأهل المسجد مشكلة الناس الذين يكرهون الإسلام ويكرهون المسلمين ليس فقط كره أيدولوجي محض إنما في صور ذهنية عبر تشويه إعلامي عبر ممارسة مسلم خاطئ عبر قراءات منحرفة عبر تيار يسوق تشويه فنحن مهمتنا جسيمة في قضية تسليط الضوء على دور المسجد دور الهداية دور الجمع دور السكينة الدور الذي وجده هو كإنسان كان عنصريا سوق فيلما ضد النبي عليه الصلاة والسلام لكنه أسلم وذهب إلى الحج إلى آخره إذن هذه فكرة مهمة الفكرة الثانية أننا كثيرا وهو يعلم الناس تسلم ثم تذهب طيب يا أخي هذا المسلم الذي في المجتمع أوروبي غربي أسلم نطق الشهادتين مشكور وذهب هل يحتاج إلى تعليم؟ هو تعلم الإسلام تنتقل من الإسلام العام إلى الإسلام العلمي وبعد الفاصل ينكمل نستمر في الحوار مع أرناود الهولندي الذي سوق فيلم الإساء للرسول عليه الصلاة والسلام بعنوان فتنة حتى سموه بالعربي فتنة من أجل زيادة في الاستفزاز والفتنة وأيضا الحزب المتطرف الهولندي الذي يعادي الإسلام وأيضا المستشار إلى آخره هذا الإنسان من الأمور التي تتكرر في السؤال عليه أنا ذاتيا من خلال حوار مع جدل الأفكار المطروحة في الساحة العربية والإسلامية أن تعال إذا كان القرآن إذا كان القرآن معجز وبلغة عربية أن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فكيف يعقله من ليس بعربي هذه شبهة تطرح أحيانا واستشكال وأحيانا اعتراض يكون جوابي انظروا لمن يسلم أكثر العالم الإسلامي ليس بعربي والخواجات اليوم والأجانب من الذين يسلمون من أطباء ومدراء وعلماء طبيعة ومفكرين وفلاسفة وعوام ليسوا عربا فأسلموا فمسر خلونا نسأل من أسلم من خلال القرآن وهو الذي حمل راية الإساء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والقرآن استاذ أرنود القرآن بلسان عربي مبين بلغة عربية الإسلام نزل على العرب وأنتم أجانب فكيف جذبكم وهو إعجازه لغوي فكيف جذبكم للدخول به وأنتم لستم من أهل بلاغة أو ماذا وجدتم فيه من قيم عليا بحيث جذبتكم إلى الإسلام قيم القرآن الكريم بحيث جذبتكم إلى الإسلام بحيث جذبتكم إلى الإسلام بحيث جذبتكم إلى الإسلام إسماعيل إمام المسجد المسجد الذي كنت تكرهه قبل الإسلام وأحببته بعد الإسلام ودخلت فيه وأسلمت فيه الشيخ أبو إسماعيل من المغرب عندما أسلمت عنده إضافة إلى المصحف المترجم الأصيل الذي أعطاك كتاب من تأليفه في سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكان له أثر ما قيمة السيرة النبوية للمسلم الجديد وماذا أثر فيك أصلا أنت أيضا Well it's of course it's very important that you know about the Quran and the right explanation and tafsir that you really need good guidance if you want to understand Quran just reading Quran without explanation and guidance is very difficult and you can create answers that you cannot answer questions that you cannot answer for yourself for me it was very helpful and it might be also very helpful for new Muslims to read about the life of the Prophet peace be upon him for example Sheikh Abu Ismail as you mentioned he wrote a book about the life of the Prophet and it's very easy to read very good for the new Muslims if you don't know much about Islam and you want to know more about what Islam stands for and the values of Islam and for me it was very inspirational because this book about his life was for me he's a role model I'm trying to follow him in the way he was treating other people and it was very for me touching and very impressive that he faced so many difficulties and injustice and people are attacking him and still he was always justice in we call it he was very he always was very gentle and friendly and he never physically attacked people and you know whatever happens even if you're facing very hard times your family is maybe rejecting you if you are Muslim maybe you get difficulties at your job maybe at school just read his story his life and that will give you the strength to go on and to learn more about Islam and this is the example that we all have to follow what is that happening to you in Europe how is that happening to you إنسان غربي يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ثم سلام ثم تصفيق محبة ثم يذهب هل هذا يكفي؟ ما نصيحتك إلى هذه الظاهرة المفرحة ما ترك المسلم يشهد ثم من متابعة؟ ما الخطر؟ ما الفائدة؟ ماذا تقيم هذا المشهد؟ هذا هو بالنسبة لأن هذا هذا مفرق من الكثير من المسلمين هناك الكثير من المسلمين يذهب إلى المسلمين وهم يعرفون الإسلام وهم يقولون يجب أن يقوم عادل وهم يدفع الإسلام وكان ينبذ خلالهم وهم يجعلون قد يهدي وهم تBRكة وكان يتقل فيها وانهم يجب على سبيل بسيطة. وفي هذا الوقت أنك تكون محسنًا و يمكنك أن تكون محسنًا مع مجلوبة، مع مجلوبة، مع مجلوبة، مع مجلوبة. وكذلك لا يعرف أي شيء عن الإسلام. وكذلك تصبح مجلسًا. وذلك يعني أنك تكون في البداية عن الإسلام. وكذلك لا يعرف أي شيء. بسيطة. أنت تفضل مهمة أن الأمسك تتأسك في المساعدة وييرتد أن تساعدك. يساعدك أن تساعدك ما هو الإسلام. يساعدك أن تساعدك كبير كوران، كبير كبير. لأنك تفضل مجالات عن الإسلام وتشاركة وكذلك يمتلك الى الأراضي نزال، وكذلك يشعرون بعض الشيء حداً Very lonely because they are rejected by family and society and if you feel lonely and you are vulnerable you can be influenced very easily by the wrong people people with wrong intentions everybody on the street that looks like an imam with a long beard and speaks fluently Arabic if you're a new muslim you think oh this is a scholar this is life person but he can give you the wrong information يمكن أن يستخدمكم لتحركه ايامًا ويامك عمله ويامك في مسكين أن تشكروني بشكل موسلمين مزدون للميزنين ويوانين في السجن لأنهم يؤدي بشكل صحيح أمانهم يؤدي أمانهم إلى الأشخاص أمانهم لذلك أمانهم ويساعدهم لتصبح مزيدين تشكروني بشكل صحيح هذا مهم جدًا و هذا ما يفعل الكثير من المسكين لا يفعلون و هذا مهم جدًا عموماً نحن من خلال الرصد المثقف أو الداعية أو المراكز الإسلامية من المسلمين الجدد في الأوروبا من غير متابعة يكونون صيدًا سهلاً للمجموعات المتطرفة خاصة عن طريق الإنترنت وعن وسائل التواصل فكثير منهم من ينفلت من الاعتدال والوسطية و يذهب فيكون إما داعش إما أماكن أخرى إما تمسك غير رشيد في الشريعة الإسلامية و إغراق في التشدد الذي ليس له له معنى من ثم يا جماعة ترى هذه ظاهرة تستحق الالتفات لأن من ترونهم من أبناء أوروبا الأصليين ممن يذهب إلى هناك أكثرهم أميون عاطفيون يريدون أن يكفروا عن سيئاتهم في الغرق في الملذات الغربية بطريقة الجهاد ولكن من الذي يستغلهم هذه النقطة يجب أن توضح أستكمل معك الحديث ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله أستاذ أرناوند مسوق فيلم فتنة المسيئ للرسول صلى الله عليه وسلم في هولندا الحمد لله أسلمت و صححت مسيرك و قرأت الغرب قراءة فاحصة و قارنت بين معطيات الغرب و معطيات الشرق و طلعت بنتائج خاصة في سؤال نسأله دائما المسلم الجديد نقول له هذه الحقيقة المرة ألا وهو أن الإسلام المسلمون متخلفون المسلمون مستعمرون عن بطريقة مباشرة أو مداورة أو غير مباشرة المسلمون عندهم احتراب داخلي المسلم والمسلمون عندهم داعش عندهم الحشد الشعبي عندهم صور يعني مخزية من التعاطي مع دينهم غير التعصب الاحتراب كل هذا لا يشجع على الإسلام في المقابل أنتم أوروبا حقوق الإنسان الانتصار العسكري العبقرية الإدارية النظافة الديمقراطية إلى آخره في المقابل المفارقة أكثر ديانة تنتشر في الغرب الإسلام كيف لم تتأثر بواقع المسلمين الشائح كيف تحصل الى الحياة في الغرب الإنسان الانتصار العينيو وأحوالي أنني أعتقد أن الكثير من نجاتي في الغرب الإنسان الى المدية والمسلمون والمسلمون يقولون أنه الطائق مباشرة هناك الكثير من المسلمون وحالي لن نحن نعطي من الزرح المثال خاصة في الناس مستوى لا يؤس إلا ما و أشدادها ولكن هناك وشكل مدى أنشочь في الإسلام وشكل مدفوذي بخصوص لأنفع بهيش الأرض وهم يجب يكتبون لعرفة مرة أكتبون إلى الأسلام وهم أن تفهمون بأنه فهو ماجهة أن هناك الجميع المسلمين في العالم و كيف يمكن أن يكون هم مجرد أكتبون؟ وهم لا يفهميه هناك الكثير من الدولية أكثر من أجنوب أحدنا أجلًا أحد جنواناً إذنهم أطلعونهم فإنهم يذهبون إجبارهم وهمة إلى المسكة وهمت إلى الإمام وهم كونعين مع الوسلم أجبون إلى أجنوبهم لهم فإنهم أجبون إجبارهم أتفرقهم dije لا تحديهم ويرانهم في الإجابة وثنانهم يسقط أن يتحدث فإنهم يتحدث فإنهم أعجبهم وأجنهم وهمستثنون إذا الشركة فيش الاجتماعي، أن يكون هناك بشكل ممتازجي. ما تريد طريقة الإجتماعي هي أن يجعل الإجتماعي من الإسلام ويوجد إسلام الشركة في الاجتماعي. وهذا الشركة هي الاستثمال بالجودة. إنه يمتلك بمراهن. إنهم تتعرفون الإسلام وأيش دعون ما يقلل تستطيع الاجتماعي، إنهم تشغيل إسلام جيدًا هناك فقط أحد إسلام ومن ثم يحلل إسلام لذلك في المعلمين الإسلام تشغيل جداً جدًاً بسرعة أستاذ أرنورد أنت إسلامت وكنت في حزب الحرية المعادي والمضاد للإسلام وقيم الإسلام وأصدرت فيلماً الحزب أو التيار معادي للرسول صلى الله عليه وسلم ومشوه لسخصيته هو فتنة لكنك عندما أسلمت لم تتحول رغم دراسة كستير النبوية والقرآن الكريم وارتباطك بإمام المسجد لم تتحول إلى داعية مسجد أو توزيع كتب إنما ذهبت وانخرطت فيه وأجسست حزباً إسلامياً سميته حزب الوحدة الإسلامي فأنت دخلت في عمل سياسي وعمل حزبي فما الهدف من تأسيس هذا الحزب الإسلامي في هولندا؟ ماذا؟ أنا أمممم مممممممممممممممممممممم كنت نحنة ليسوا من الطعات وعندما أصبت تقريب großen يممتممممممممممممممممم حمد أن ألعى الإسلام من نوع كمتلك من أجل أن أصدقاء بشكل موسلمين في النهائد ويتم إستخدميي مجموعة ومع مددعي في حالة طريقة كمتلك لإبطاء المسلمين المتحدة وستخدمنا لتطبع مكتبات المتحدة يسمى المتحدة المتحدة النجوم المتحدة لتنظر للمسلمين المتحدة لتفعل الإسلاميات يجب التطبيق للحقائية من المسلمين لأنهم لا يمتحانون في رجالاية والمسلمية وفي الرجال ومعه في الهدفة المنورية فقط 8% من المنور ومعه في حقًا سائل وهم لذلك يمتحانون لحقًا الداخل في التحديد المسلمين إذا bentن desire Burch zarاني للصبوب usingه لا معذر ل Scriptه إلى على الأجنوال هو إسلامي مش Amy أهم الحقاب تشدس مصوري أو لا يعبد إذا لم توا swappedها لا يعلم لا فضر أريدir لن تريدو إن العاد 2015 أجنودي وت إجراء بحـ مع أمر والوصيلي بين أمر والن موسلي وفي الانتكار من الكلام تماما اللعبة نقوم بتقريبا في Situaciones باستيطة المسلمين في ملك من الإجابة على التفكير يمكننانا إيجاده لدرعة وللوحس المسلمين وللوحس المسلح لذلك وفاكبنا النساء نتبعنا نحتاج إلى ناحية على جميع المناطقين أننا نتساعد المسلمين لذلك يمكننا الإسلامي المسلمين في صحيحية ومع ذلك لمنذ تجربة التجربة المسلمية لا تتكلم أكثر لأن هناك ليس كل واحدة ومع ذلك لكن هناك الكثير من المسلمين والمسلمين و نحتاج إلى مدينة قوية لتحقق هذه المقبلة و لتحقق أن المسلمين يتحققون بطريقة مقابلة و دموكراكية أستاذ أرنولد سأستكمل معاك في الحلقة المقبلة عن هذا الذي تتحدث عنه و هذه الجهود التي تبذلونها ضد الإسلاموفوبيا ضد العنصرية المتصاعدة ضد الإسلام في أوروبا نتكلم عن تحجيم حقوق الإنسان بالنسبة للمسلمين نتكلم عن يا جماعة لماذا المسلم هو الإنسان أو المذهب أو الدين الوحيد الذي ينظر له و يعادى و يمارس و تتخذ ضده إجراءات تختلف عن بقية الانتماءات أثنين لماذا بدأنا نرى ظاهرة أخرى و نحن نناقش إنسان علم و رمز أصبح عالمي بعد فيلمه الفتنة في الإساءة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي سوقه و أسلم رح نتحدث عن لماذا الغرب الآن لا يكتفي بحرب المسلمين عسكريا و لا بحربهم فكريا و إنما بتبني إسلام جديد دين إسلام جديد إسلام ممكن للمسلمة أن تتزوج من بوذي من مشرك من كافر إسلام ممكن تكون خطيب الجمعة امرأة و تقف مرأة بجوار رجل و أمامهم مرأة و خلفهم مرأة في الصلاة دين جديد يؤلف بوصاية لماذا كل هذا تجاه الإسلام و المسلمين هذا ما سنعرفه و ما ينبغي أن يسلط عليه الضوء في ظل الحرب الدائرة على الإسلام على كل الصعود في عالم الإسلامي و في العالم الأوروبي فكان لابد علينا أن نكون نصير الوعي و نستعين بأصحاب الخبرة و التجربة و بإذن الله الحلقة المقبلة رح نتكلم عنه ليس فقط العنصرية إنما أيضا الإسلام البديل الذي يسوق في الغرب المنحل و في الشرق المفتون السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة